القضية بدأت أطورها صباحة هذا اليوم وتأجلت إلى الساعة الثانية بعد الزوال ثانية بعد الزوال استؤنفت المناقشة للقضية وتمت المنادات على كافة الأطراف بحيث في البداية تمت المنادات على المتامين الذين تم يحضرهم في حالة اعتقال كذلك حضر الدفاع وحضر الضحايا ونادى قاضي التحقيق على كافة الضحايا في القضية ويتعلق الأمر بسهام بادة وليلة الموالع ونوردي الغرابي والسيمو حمد الماديمي ومصطفى ماهير وتم الاستماع إليه امتباعا الذين أبانوا عن أوجه الضرر الذين لحقهم المتهمين وضحوا الضرر وضحوا كل أمور التي تعرضوا لها من طرف هذه العصابة المتعلقة بحساب حمزة مون بيبي أتيرت بعد ذلك مجموعة من دفوع الشكليا من طرف دفاع المتهمين وتخصوا عدم قبول مطالب المركز الوطني للحقوق الإنسان وعدم قبول صفته في أن يطالب بالمطالب المدنية وأتيرت دفوع مرتبطة بإجراءات المسترية توليت إلى جانب زميلي الأستاذ النقيب محمد صبري نقيب سابق لايات المحمد ممراكوش تولينا الرد على هذه الدفوع وأكدنا على حقية المركز الوطني لحقوق الإنسان في أن ينصب نفسه طرفا مدنيا سواء بالنظر الشكاية التي يقدمها المركز الوطني للحقوق الإنسان أو بالنظر المقتضيات القانونية سواء في قانون الموضوع أو قانون المستر الجنائية التي تخولنا أن ننتصب طرفا مدنيا وأشارنا كذلك الأمر السيد قاضي التحقيق أثناء مرحلة التحقيق في القضية التي قضى بقبول انتصابنا طرفا مدنيا كذلك نيابة العامة تولت الرد على الدفوع المتعلقة بالشكل ثم عقب الدفاع من جديد وتم تبادل الردود بين الدفاع ثم بعد ذلك قررت المحكمة تأجيل مناقشة القضية إلى وقت اللاحق وحددته في تاريخ يوم 3 11 فبراير 2020 على الساعة العاشرة صباحا شكاية إضافية لأنه كلما ظهرت معطيات جديدة أو ظهرة أشخاص يرتبطون بهذه الحسابات المسمىات حمزة مون بي بي واللي كان شطوا الأفراد ديلها في سناب شات والأنستغرام إلا وكان نبادرهم بعد ما كان تحقوا من هوية هؤلاء الأشخاص وعلاقتهم بهذا الحساب إلا وكان قدموا شكاية إضافية لأنه كما تعرفوا بأنه هناك أكثر من خمس ملفات معروضة على القضاء بسبب هذه القضية ولأنه تم اعتقال وضبط هؤلاء الأشخاص المرتبطين بهذا الحساب في تواريخ متفرقة فبالتالي اللي تم ضبطه تيتم إجراء مسترة المحتمهية عن طريق الفقى الوطنية الشرطة القضائية وكيقضي مدة الحياة النظرية ويتم تقديمهم من نيابة العامة المخصصية نيابة العامة من المحكمة ابتداء من الراكش ونيابة العامة كتقرر إما الإحالة على المحاكمة كما في حالتين في ملفين وملف رجو الأمن وملف أحد الأشخاص اللي كي الحاضر من القصر الكبير وإما كتحيل على التحقيق كما هو الحال من ثلاث ملفات بما فيهم الملف ديال إحدى الفنانات والأخت ديالها